السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يعملون ايه؟ يارب كلكم تكونوا بخير خليكم فاكرين ان الكل مجتهد نصيب انا ذكرت وتعبت عشان كده انا جبت درجة حلوة او انا جبت الدرجة النهائية احنا النهاردة هنكمل المراجعة بتاعتنا جاهزين؟ كله يقول بسم الله يا شباب بسم الله اول سؤال قدامك بيقولك Choose the correct answer تمام؟ Which of the following fractions is the greatest؟ مين الاكبر؟ طيب دعونا نراجع الاول القعدة اللي كنا بنتعامل بيها مع الفراجشنز قبل ما ننزل نحل واحنا بنقارن بنعمل compare between fractions قبل ما نقول مين الكبير ومين الصغير خلونا نراجع اتعلمناها ازاي؟ طيب اول حاجة اتعلمناها ان انت لو انت عندك two fractions with the same denominator بسم denominator يعني هنا في 6 وهنا في 6 نفس الرقم موجود في الديناميناتر تمام كده؟ وهيبدأ يحط لك ارقام في النيوميناتر بالمنظر ده طبعا عندي one over six و3 over 6 طبعا ده اكزامبل مثال يعني which one is the greater؟ او يا ميس 3 over 6 هي الاكبر ليه؟ عشان انت بتبص بتلاقي الديناميناتر زي بعضهم فبتاخد النيوميناتر الاكبر وبتبقى هي دي الفراكشن الاكبر بتاعتك طيب باول منظر اتعلمناه؟ اتعلمنا منظر كمان اللي هو ايه؟ انه هو يكتب لك two fractions with the same numerator يعني مثلا يكتب لك three و three في النيوميناتر بالمنظر ده ويبدأ يكتب لك ديناميناتر هنا five مثلا وهنا seven which one is the greatest؟ او يا ميس 3 over 5 هي دي الاكبر عرفتها ازاي؟ لما يا ميس يكون عندي النيوميناتر زي بعضهم هدور على الديناميناتر الاصغر وتبقى هي دي الفراكشن الاكبر بتاعتك تمام؟ نيوميناتر زي النيوميناتر يبقى الديناميناتر الاصغر هي دي الفراكشن الاكبر فبقيت three over five greater than three over seven احنا كده رجعنا القاعدة العامة اللي احنا كنا عارفينها تعال نروح بقى نبدأ نشوف الحل بتاعنا which is the following fraction is the greatest انا معايا فراكشن زي خدت بالك من حاجة او يا ميس دا النيوميناتر زي كلها زي بعضة تمام كده وانت بتدور على مين؟ على الجريتست روح دور فين اصغر ديناميناتر قدامك عشان اصغر ديناميناتر دا هي دي الفراكشن الكبيرة اللي فيهم حد شايفت two over three دا اصغر ديناميناتر هنا هو في three لكن هنا بصوا في nine وseven وfive لا هي يا ميس two over three دي the greatest fraction هي دي اكبر فراكشن قدامي روح عليكم طب يلا اللي بعدها بيقولك ايه three over the eight greater than ها greater than مين يا شباب؟ طيب هنا هو تعميس بصي هو كاتب لي فراكشن زي ما انت شايفة طيب يلا نبدأ نقارن ما بينهم five over the eight يا ميس دا هنا بصي eight و eight في الديناميناتر معنى كده ان النيوميناتر الاكبر هو اللي هتبقى دي الفراكشن الاكبر لا يا ميس five over the eight دي هي الاكبر مش هتنفع طيب three over seven بص يا ميس هنا في three في النيوميناتر وهنا في three في النيوميناتر معنى كده ان الفراكشن اللي عندها ديناميناتر اصغر دي هي دي الاكبر وانا العلامة بتاعتي بتقول ان three over the eight هي اكبر من مين؟ تمام نبص على اللي بعدها انت بتفكر كده في الامتحان يعني انت بتتعلم تفكر كده ماشي الكلام يا شباب اتكلم مع نفسك في سرك كده وابدأ اقول لا دي مش هتنفع عشان خاطر كده ودي مش هتنفع عشان خاطر كذا لغاية ما توصل للحاجة اللي هتنفع اللي انت هترضى بيها وهتبقى عارف ان هي دي الاجابة الصحة بتاعتك طيب three over nine يلا نبدأ نقارنها بالthree over eight هنا النيوميناتر زي النيوميناتر تمام يبقى الفراكشن اللي عندها النيوميناتر اصغر هي دي الاجبر هنا النيوميناتر eight وهنا النيوميناتر nine فعلا الeight دي اصغر من ال nine يبقى معنى كده اننا لو كتبت هنا three over nine يبقى الكلام ده هيبقى صح ان three over eight greater than three over eight ال nine تمام كده طب يلا اللي بعدها three and one quarter ميدي لك ميكسد نومبر وعايزك تكتبه as an improver fraction اوكي انزل بملتبلوي واطلع ببلس اهو وما انتش محتاج تبدأ تفضل تعمل الاسهم دي لكن انا برجعها معاك دايما لو انت عارفها خلاص مش محتاج كل مرة تنزل وتعمل الاسهم ممكن تعملها خلاص بدماغك على طول اوكي طيب three by four equals ايه equals twelve twelve plus one equals thirteen والكلام ده over four الدينامينيتر بتاعيها ينزل اهي ميس سرتين over four روو عليكم بعد كده بيقولك ايه الفراكشن اللي ما تكتبها هنا هتبقى less than five over nine يبقى انا عايز هنا حاجة اصغر من ال five over eight nine يلا نبدأ نفكر تاني five over eight لا يميس five over eight ده الدينامينيتر هنا اصغر من ال nine لا ده دي اكبر اوكي five over seven لا يميس بصي five و five في الدينامينيتر بس ال seven الدينامينيتر اصغر معنى كده ان هي اكبر اصلا اكيه طب يلا اللي بعدهم six over nine لا يميس بصي nine و nine في الدينامينيتر والفراكشن اللي عندها كده الدينامينيتر الاكبر هتبقى هي الاكبر ال six اكبر من ال five دي مش هتنفع نجرب اخر واحدة five over ten او يميس هي دي علشان بصي five و five في النيومينيتر اهم زي بعضهم هروح ابص على الدينامينيتر وقرنه وال ten هنا اكبر من ال nine معنى كده ان ال five over nine هي الاكبر من ال five over ten وكده كده العلامة بتاعتي بصة عند ال five over nine فانه محتاج ان انا اكتب هنا رقم اصغر فراكشن اصغر من ال five over nine والاصغر دي هي ال five over ايه ال ten طب يلا السؤال اللي بعده one over five plus one over five plus one over five الكلام ده equals ايه يا شباب هنزل ال five في الدينامينيتر يا ميس وحنبدأ نجمع one plus one plus one equals three الكلام ده equals three over five تمام يلا اللي بعده complete عاوزك تكتب هنا ال number الا لما تعمله minus three and one over three يدي لك one and one over three ها احنا اتفقنا البيت الاولاني دوت في المسألة بتاعة المينوس بتاع مين بتاع الرقم الكبير البيت الاولاني ده بتاع الرقم الكبير معنا كده انك ايه معنديش الرقم الكبير تروح للاتنين الصغيرين دول وتعملهم بلص متفقين انا ممكن اعمل لهم بلص وهي في مكانها كده بصوا مش محتاجة طلعها بر حاج مع فراكشن على فراكشن وهول على هول انا نزلت السريقة هوت في الدينامينيتر one plus one equals two جمعت خلاص الفراكشن روح اجمع الهول one plus three equals four يبقى انا الرقم اللي كان ناقص عندي ايه four and two over three انا كده جمعتها وخلصتها تمام كده يبقى المكان الاوليني دوت في مسألة المينوس ده بتاع ايه الرقم الكبير لما مش يدهولك انت تروح تجمع الرقمين التانين متفقين وتوصل للرقم الكبير بانك تجمعهم دول طيب نشوف المسألة اللي بعدها هنا هو بيقولك ايه three and two over five plus what equals four and three over five ها الرقم الكبير هنا بيته فين يا شباب خد بالك ان المسألة دي مسألة plus الكبير يميز بيته بيكون بعد الاقوال يعني هو مديلك الكبير وعايز منك ايه واحد صغير صح كده هتاخد الكبير دوت وتقوله minus three and two over five فيديلك الرقم اللي ناقص هنا متفقين طيب تعالوا نعملها بره عشان الناس اللي ايه اللي بتحب تشوف الخطوات بعنيها اوكي يبقى انا هاخد four and three over five minus الصغير دوت اللي هو three and two over five وهقوله equals fraction minus fraction وهول minus ادي الفايف نزلت في الدينوميناتر يلا وthree minus two equals one بعدين نروح للهول four minus three equals one يبقى انا الرقم اللي ناقص عندي ايه one and one over five هروح اكتبها لهم one and one over five طب يلا اللي بعدها ايه over seven equals one هول one هول يا شباب يبقى انت لازم عندك نيوميناتر زي الدينوميناتر يبقى انا هنا seven over seven six over six eight over eight one hundred over one hundred كل ده equals one هول في الاخر تمام طب هنا four over five الكلام ده equals three over five plus what يميس انا هنزل الهوة الفايف في الدينوميناتر وهقول لنفس three ناقص لها ايه عشان تبقى four three plus what equals four ناقص لها one تمام كده يبقى ناقص لي كان one over five two fifths اوكي يعني two في النوميناتر over five هي دي معناها هو مدهالك بالورد فورم وعايزك تكتبها له ايه as a fraction طب يلا اللي بعدهم four and four over five minus what equals one and one over five ها ميدي لك مين ميدي لك الكبير اهو بدقلك بين مسألة في المينس وعايز رقم من الصغيرين انت عارف ان الاتنين اللي هنا ايه صغيرين فانت بتاخد الكبير مينس صغير يدي لك الصغير التاني هو ميدي لك الكبير اهو اوكي يعني بصوا لما بنيجي نعملها بالموديل مش احنا تعلمنا نعملها كده بصوا حبيبي انا معي الكبير هنا four and four over الفايف ادي البيت بتاعه طيب والصغير ده عندي one and one over five وما عنديش الصغير التاني ده تمام كده بجيبه ازاي باخد الكبير مينس الصغير يديني الصغير التاني ده انت فاهم ان المسألة بتاعتك فيها رقم كبير بيسكن في البيت الكبير ورقمين صغيرين بيسكنوا في البيتين الصغيرين تمام فلما تكون محتاج تعرف الرقم الصغير التاني توقع ايه الرقم الصغير ده من الكبير متفقين طب تعالوا نعملها برا يبقى انا عندي four and four over five minus اهو هوقع منها ايه one and one over five fraction minus fraction الفايف نزلت بتاعت الجينوميناتر four minus one equals three هول بقى minus هول four minus one equals three يبقى انا كنت محتاجة حط ايه رقم ايه في البيت three and three over five اهو three and three over five يعني انا هنا هوت لو هكتب اهو كتبتوا بالمنظر ده البيتين مع بعض الصغيرين بيوصلوني للبيت الكبير اللي فوق ده ماشي طب يلا اللي بعده ايه النومبر اللي لما تعمله plus one and one over seven يديه لك two يا ميز دي مسألة plus تمام معنى كده ان الرقم الكبير بتاعك second فين بعد الاكوال الرقم الكبير في البلاس second بعد الاكوال انا عمالة اكرر معكم الكلام عشان هو مهم يا شباب اوكي طيب وعايز رقم من الصغيرين يبقى انت هتاخد الكبير بتاعك minus الصغير الكبير minus ايه الصغير اللي هو مديه لك في المسألة يبقى انا عندي two minus one and one over seven يديلي الرقم اللي ناقص نكتبها برا هي two minus one and one over seven الارقم اللي هو مديهالي والكلام ده equals طيب يعمل fraction minus fraction وانا ما عنديش هنا fraction جنب التو يلا نعمل لها رجروب تمام هتفكر في التو دي انها one وإيه وone one هتنزل زي ما هي ايه الone التانية دي هتفكر فيها ايه هفكر فيها انها seven over seven ليه يا ميس اختارتي seven عشان الدينامينيتور بتاع الرقم اللي جنبها او الفراكشن اللي جنبها في seven اهو تمام فاتتو هكتبها one and seven over seven الكلام ده minus one and one over seven يلا الكلام equals ايه بصوا بقى ينفع اعمل minus ازاي ينفع حل السبتراكت بتاعي ازاي يلا هنزل الدينامينيتور seven بعدين seven minus one equals six هول بقى minus هول one minus one equals zero مش محتاجة اكتبه يبقى الرزولت بتاعتك او الرقم اللي انت بتدور عليه كان ايه six six over seven هروح اكتبها لهم اهو تمام كده اهو بصوا حتى six over seven plus one and one over seven اتنين صغيرين اهو لما اجمعهم مع بعض احطهم مع بعض في نفس البيت هيديني two اوكي طيب number what over three الكلام ده equals five ايه الرقم اللي لما تعمله divided by three يدي لك five لو مش بتعرف تحلها كده قول five by three five by three equals ايه 15 ياميس تمام لو مش عارف تقول ايه الرقم اللي لما تعمله divided by three equals five روح فكر انها five by three five by three دي هتدي لك ال fifteen بص نتأكد بقى يعني مش تفكر وتسبها نتأكد 15 divided by three equals ايه equals five يبقى انت عملها صح وبروفو عليك طب يلا one over seven plus one over seven plus one over seven plus one over seven بصوا اهم حاجة ان هما ايه الديناميناترز كلها زي بعضها انا نزلت السيفن اهو في الديناميناتر يلا نجمع النيوميناترز one plus one plus one plus one كلام ده equals four over seven nine over five ايزا ميكسد نومبر هو مديها لك وعايزك انت تكتبها له ميكسد وكايني بقولك nine divided by five equals ايه equals one هو اليميس ومعايا ريميندر four over five تمام كده يبقى nine over five equals one and four over five نتأكد one by five equals five plus four equals nine over five دايما كده اتأكد ان الامبروبر اللي قدامك لو انت بتحوله الميكسد لو رجعت تتحول الميكسد التاني الامبروبر هيدي لك نفس الرقم يعني بعد ما تكتب الميكسد تجرب انت تاني تحوله الامبروبر شوف هيدي لك نفس الفراكشن اللي قدامك ولا انت عاملها غلط طب اوكي اللي بعدها solve the problems يلا نبدأ النحل هو بيقولك ايه two and three over five plus one and four over five الكلام ده equals ايه يلا فراكشن بلاس فراكشن انا نزلت ال five في الديناميناتور ايه three plus four equals seven بعدين هنا two plus one equals three هنسيبها كده لا المنظر ده مش مقبول يا ميس مش هينفع اوكي هتعمل ايه هفكر في seven over five دي ان جوها في five over five plus two over five ماشي الكلام ماشي يا ميس بعد كده هتعمل ايه five over five دي هتدي لل three one اهي السري هتبقى plus one بقت four وال two over five دي هتنزل هنا هو جنبها فبقيت الريزولت بتاعتك four and two over five زي ما انت شايف يلا اللي بعدها three over nine plus six over nine هنزل ال nine في الديناميناتور اه three plus six equals nine nine over nine انا مش هسبها له كده انا عارف ان nine over nine equals one ميتفقين هنا هو six and four over seven minus three and three over seven fraction minus fraction وهول minus هول هنزل seven هو في الديناميناتور four minus three equals one تمام كده روح للهول six minus three equals three يبقى الريزولت بتاعتك equals three and one over seven طب هنا هو three minus one and five over eight انا ما عنديش فراكشن يميس هنا جنب السري عشان اعمل فراكشن minus فراكشن هتعمل ريجروب على طول السري هتفكر في السري انها ايه two وone انت مش محتاج بقى تفضل تفكر على جنب لو انت بتعرف تعملها لكن انا بوري لك انت هنا بتفكر ازاي اتو هتنزل زي ما هي هي والوان هتفكر فيها انها ايه انها ات عشان المسألة اللي جنبها الديناميناتور بتاعها ات فبقى ات لو انت مش محتاج تكتب خلاص التفكير بتاعك بالمنظر ده وعلى طول فكرت ان خلاص زي تمام زي الفل الكلام ده مينس وان انت فايف ات 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 كده ينفع عامل فراكشن مينس فراكشن هنزل الات في الديناميناتور هوت وات مينس الفايف ات روح للهول تو مينس الوان ات طب بقت الريزولت بتاعتك طب يلا اللي بعدها بيقولك ايه من الصغير لايه لكبير جمعنا كلمة ascending لازم تاخد بالك منها طيب بعد كده هتفكر فيه هبص هما هنا هوت الديناميناتور هي اللي زي بعضها ولا النيوميناتور لا يمس هنا الديناميناتور هي اللي زي بعضها تمام يبقى انا هرتب الارقام عادي خالص تمام يبقى الاردر بتاعي زي اردر من النيوميناتور الاصغر للاكبر تمام يبقى انا هبدأ التن نهاية وفين اصغر النيوميناتور الone اهي one over ten وخدتها دي خلص اللي بعدها ايجي التن وهقبل الthree over ten تمام اللي بعدها ايجي التن في الديناميناتور هيخد الsix ياميس over ten اللي بعدها seven over ten واخر واحدة nine over ten ascending ماشي انا ماشي ascending from the smallest to the greatest تمام طب يلا اخر واحدة بيقولك ايه order the following fractions in a descending order descending يبقى انا عايز ايه from the greatest to the smallest دي معنى descending اوكي طب لما هتبص عليهم هبص لقي ان النيوميناتور كلها يمز زي بعضهم تمام يبقى انت بتفكر في ايه بفكر ان اصغر دي نوميناتور قدامي دي اكبر fraction قدامي اصغر دي نوميناتور هتبدأ تدور عليه فين اصغر دي نوميناتور قدامك هو ده السري معنى كده ان الeleven over three دي اكبر fraction موجودة قدامك اهو هكتبله بقى the order و هتبدأ و هتبدأ ارتب يبقى انا قبلت الeleven هاوصل هاوصل الeleven over a over the eight زي ما انتو شايفين كده تمام احنا كده خلصناه بصوا سهلة ازاي لو انت فاهم الفكرة انت ضمن السؤال ده في الامتحان يلا نكمل في السؤال اللي بعده choose the correct answer يلا which of the following is a unit fraction unit fraction يا ميس يعني انا هدور على fraction with numerator one خلص هادي العلامة بتاعتها numerator one فين يا شباب هي miss one over ten سؤال سهل قوي ومضمون في الامتحان ان شاء الله اللي بعده three over what equals one three over three حفظناها خلاص دي ده سؤال برضو مضمون لينا هيمس في الامتحان nineteen over four بيديها لك improver وعايزها mixed number ابدأ فكر nineteen divided by four equals ايه لو انت فكرت ان four by five equals twenty والtwenty greater than nineteen يبقى five مش هتنفع four by four equals 60 اه less than 19 يبقى انا معي four four by four equals 60 يبقى انت هتاخد الnineteen minus ايه 60 عشان تفتشوف الرمندر بتاعك طيب نينتين يعني انا عندي three والدينوميناتور ينزل four انا كده عملتها ايه عملتها مكسد ايه اوكي طيب اللي بعدها الاول بس ايه نختارها هنا هو هي miss four and three over four طيب يلا اللي بعدها add three plus two over seven plus five plus two over seven تقدر تحلها وهي في مكانها بدل ما نفضل نحط الاول الهول number جنب بعدها والfraction جنب بعدها انا اقدر بصوا انا عندي two fractions اهو هنزل seven في الدينوميناتور وحروح اجمع النيوميناتور two plus two equals four انا خلصت ال fractions هروح اجمع اجمع ال two whole numbers three plus five equals eight انا حلتها وهاي في مكانها خلص يبقى انا عندي ايه eight and four over seven هي miss k طب يلا اخر واحدة في نهوات في اللي choose what is the equivalent fraction to one over three equivalent اتفقنا يعني ايه يعني equal مين من ال fractions اللي قدمك equals one over three تيجو نجرب مع اول واحدة اوكي two over six تعالوا نشوف كده one multiplied by two equals two والthree multiplied by two equals six هي دي يا miss دي equivalent معاها بالضبط ده حتى رسملك هن ده بصوا هو عاملك اصلا one over three equivalent مع اي over six ادي one two over six total العدد اللي قدامك بس كده كده انت بتعرف تعملها انت عارف ان one over three equals two over six عشان لو انت عملت multiply by two للنيوميراتور هتعمل multiply by two اي للديناوميراتور فلو انت مش عارفها كده لو بصيت على الموديل هتعرفها بصوا اعمل لك two rectangles هون الرectangle الاولين يمقسموا لthree equal borders وخد لك الجزء الاولين البارت الاولين بتاعك وقال لك ان ده one over three نزل على الرectangle التاني اللي تحت ده وقسموا six equal borders وخد منهم ايه خد منهم two borders عشان يوري لك ان الجزء ده add الجزء ده طب two borders دول بالنسبة للrectangle التاني يبقى add ايه يبقى two over a six فانت فهمها سواء وان احنا بنعملها بالملت بلاي للنيوميراتور والديناوميراتور او سواء لو بصيت على الموديل اللي قدامك تمام كده طب يلا اللي بعدهم write the missing number سواء بقى النمبر دوت نيوميراتور or دينوميناتور ماشي الكلام ماشي يا ميس two over three الكلام ده equals a over six هو هنا عمل لك الموديل تمام طب يلا نبص على الموديل ونعمله two over three اهو نبصوا عمل two colored ايه borders over three من three طب الكلام ده equals how many borders colored one two three four يا ميس اهو طب هنا five over eight الكلام ده equals ten over what ten over what يا شباب تعرفوا تحلوها من غير الموديل ها يعني انا لو خبيت الموديل كده تقدر تحلها اه يا ميس five by two equals ten eight by two equals 60 خلاص زي ما بعمل في النيوميراتور بعمل في الديناميناتور هو انا لسه هفضل عد how many colored borders ولا how many total borders عشان اجيب سواء فوق او تحت نيوميراتور او ديناميناتور انا بعرف حلها حتى من غير موديل تمام طب يلا three over five equals ايه over ten هم الفايف بقى التانية ميس عمل لها ملت بلاي بيتو هطلع على three by two equals six جيبوا نتأكد تعالوا نبص على الموديل كده بصوا الموديل الاولين بتاعك عملوا ايه عملوا five equal borders وبدأ يعمل color زي ما انتأكد نزل على الموديل التاني عملوا ايه عملوا ten equal borders وعمل shade او color six equal a borders بحيث ان three اللي فوق دول هم equals the six اللي ايه اللي تحت equivalent fractions equivalent fractions ماشي الكلام طب يلا complete three over four الكلام equals one over four plus one over four plus a ما يقصلوهم يميس one over four كمان اوكي two and three over five as an improper fraction عايزي حولها من مكسد الimproper two by five يميس ten plus three يعني انا عندي 13 over five كمان two minus one over three minus one over three اول حاجة هتفكر فيها ايه ان التوب بتاعتك ده النمبر اوكي طيب وانا محتاج يكون عندي fraction طيب الهول نمبر دوت ممكن اكتبه على شكل fraction ممكن ايه هي الفraction ايه هي الفraction اللي تكتبها ويس denominator three ولما تيجي تحولها من fraction هي طبعا هتبقى improper fraction تحولها من improper fraction ترجع تدي لك تحط تحط ايه في numerator هنا يمي six عشان six divided by three equals two بص انت بتفكر فيها ازاي يبقى ايه هي الفraction اللي تكتبها with denominator three اخترنا ليه three علشان هنا هوت denominator بتاعتي three تمام وبعد كده لما اجي ارجعها تاني لو فكرت ارجعها للهول number تديني two يعني انت عايز تجيب equivalent improper fraction للtwo طيب six over three equals two six divided by three equals two سهله خلص الكلام ده ماينس وكتب لي بقى المسألة one over three minus one over three بصوا like denominator هنزل three تحت six minus one equals five five minus one equals four four over three بدي امبروبر حولها لإيه لمكسد يعني عندي one and one over three تمام كده طب يلا اللي بعدها seven over seven equals five over ايه سؤال حلو قوي السؤال ده ممكن ينزل في الامتحان كتير seven over seven equals five over five equals ten over ten equals one million over one million المهم إنه عند النميراتر زي الدينوميناتر عشان في الآخر يبقى الرزولت بتاعتي equal one صح كده تمام طيب تعالوا نبص على دي الاول one minus three over seven الكلام ده ايه الone ديت مش هينفع تعامل بها كده هفكر على طول ان الone يعني seven over seven وهكمل المسألة minus three over seven الكلام ده ايكوال بصوا خليتها نزلي بقى seven في الدينوميناتر وبعد كده seven minus three equals four يعني أنا عندي الرزولت بتاعتي ايه four over seven بصوا كده المنظر ده المنظر ده قريب جدا للمسألة دي وإحنا بنحلها دلوقتي تمام بصوا وكأنه بيقول seven seven ده النامبر اوكي لو أنا عايز حوله هكتب ايه طيب fourteen divided by what equals seven يميس fourteen divided by two equals seven هو هنا خلى seven عبارة عن ايه عبارة عن زي ما انت شايف كده حول وحول تمام وده ينفع عادي جدا لإن أنا بكتبهم كأنها divided الكلام ده صح اوكي طب هنا three tenths الكلام ده equals two over ten plus what three tenths يعني عندي three over ten مجيني منهم two over ten يبقى أنا قص لهم one over ten two over ten plus one over ten معنى كده ان هم three over ten تمام طب بصوا على اللي بعدها بيقولك ايه the numerator of a proper fraction is a than its denominator بيسألك على ال proper fraction يبقى numerator less than denominator سواء عملت هالي بقى less than كده او كتبتلي less than بالمنظر ده اوكي ميش بيسألوكي